الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى الآل الأطهار والصحابة الأخيار ما تعاقب الليل والنهار ثم أما بعد إخوة الإيمان كنا نتكلم عن التلازم بين الصبر والشكر كعبادتين قلبيتين يمد الله بهما قلب العبد السائر إلى الله سبحانه عز وجل ولولا هذا الإمداد ولولا هذا العطاء ولولا هذا الإسعاد بعد الإيجاد لماتت هذه القلوب وهي تسير إلى الله سبحانه عز وجل ولقست قبل موتها ولعميت والله سبحانه عز وجل بلطفه ينوع على العبد القبض والبسط والعارف بالله سبحانه عز وجل يرى أثر هذا القبض والبسط فيتعامل مع القبض بالصبر ومع البسط بالشكر يا إخوة الإيمان وعلى رب يقلب هذه الحياة هذه التقلبات حتى تظهر يد الله سبحانه عز وجل لمن فهم عن الله وللسائر الفقيه الذي فقه مراد الله سبحانه عز وجل وبعض الناس لما نتكلم هذا الكلام الذي يبدو فيه نوع من الغموض يقول أن هذا الكلام ربما لا يفقهه إلا العالمون لكن قد تجد هذا الفقه قد تجد هذا الفقه عند من لم يدرس أو يتعلم أو لا يقرأ الكلمة الواحدة وقد يفقد هذا العلم قد يفقده صاحب الشهادات العليا ونحن نشوف يا إخوة الإيمان كيف كان الآباء والإجداد وكيف كان تعلقهم بالله سبحانه عز وجل مع أنهم لا يملكون شهادات في العلوم الشرعية ولا في غيرها إلا أنهم عرفوا الله لأنهم مرروا على محق التجربة في هذه الحياة وفقهوا عن الله سبحانه عز وجل وفقهوا حكمة الله سبحانه عز وجل وأن الله لا يغلق بابا بحكمته حتى يفتح بابين برحمته وربما الناس قاريين وقع صحيح قاري التوحيد قاري الحاديث قاري ولكن كم مرر لما حق التجربة يفقد البوصالة كما يقولوا بلغة العصر وينسى هذا التعامل اللطيف مع الله سبحانه عز وجل فيا إخوة الإيمان العلماء قالوا الإنسان قد يعبد الله بالصبر لكن قل 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 من يعبد الله بالشكر صحيح في وقت المصائب الناس تلزر ربي هذه العبادة في وقت المصيبة هذا من تلزر ربي وتلجأ إليه وتسكن إليه وتركن إليه هذا هو الصبر لأن المصيبة هي لتحوجك الربي أما الهناء وقت الرخاء وقت السعر وقت الصحر وقت الغيناء جمهور الناس ينسون الله سبحانه عز وجل ولهذا علم كبار قالوا ابتلانا الله بالمصائب فصابرنا وابتلانا بالعطايا والمواهب فلم نصبر ولهذا يا إخوة الإيمان روح عند الناس تسيب الناس في المستشفايات ولا في السجون عنده كين الميحن تسيب الناس تلتفت إلى الله بالدعاء بشقع ولكن كثير أما كي تروح بره عند الناس المهنين يدوروا بصحتهم يبيعوا يشروا ولداتهم قل من يلتفت إلى الله بالشكري وربي قال في القرآن الكريم وقليل من عبادي الشكر لأن الشاكرين هم نخبة النخبة يعني لو كانت تدي النخبة من العابدين والنخبة من ذيك النخبة تسيبهم ربما شاكرين أما جمهور الناس حتى الناس اللي عبدوا ربي جمهور الناس يشكرون في بعض النعم على بعض النعم يشكرون بالعبادة بالصلاة والصيام إلى آخر ولكن أولوف النعم الناس عنها غافلون أولوف النعم شكور را يتفكر باللي كرعيه نعمة مين را يمشي بيهم تفكرش تاها يروح يشوف الناس اللي باراليزيا شكور را يشوف الجمال التاعه نعمة حتى يشوف دي بريولير تروازي يمدقني في الوجه ولا ربما سيرفيز درماطو عادي يتكاك إلى آخره وهكذا يا أخوة الإيمان فهؤلاء المبتالون جعلهم الله وازعا لعباده كي يشكروا فالغاني إذا رأى الفقير الذي ينام تحت المكيفات إذا رأى من ينام في الشارع البصير الذي يحصل له بعينيه إذا رأى الأعمى الذي لا يجد من يقوده ولا يتحرك إلا وهو مرتبط بغيره يعني ما عنده استقلالية في الحركة وهكذا قول عن بقية النعم وقابلها ببقية النقم يعني سلب النطق الناس لما يطيقوا سينطقوا سلب السمع الناس لما يسمعوا لا يسمعون قرآنا ولا ما يسمع لا قرآن ولا تروح ولا خطبة جمعة ولا آخره فالله جعل هؤلاء المبتلون اللي سلب لهم ربي النعم جعلهم وازع بهكاكي بهم الناس يذكر بهم الناس اللي رأهم عايشين النعم ولهذا كما يقولوا الصحة هي تاج هاو على رؤوس هاو هي تاج الصحة هذه تاج على رؤوس الصحة الصحة لا يعرفها إلا المرضى هاو العينين يعرف قيمتهم لعمة الآصم الوذنين يعرف قيمتهم الآصم المريض يعرف قيمة الصحة كاين إنسان فايت في صيارة جديدة على واحد مولة صيارة قديمة يتمنى ذاك مولة القديمة لكل عند اذيك جديدة كاين واحد فايت فوق دراجة نارية يتمنى لكل عند قديمة تاقية البرد كاين واحد من الباركون يشوف فيهم مباراليزي يتمنى يكون عندها غير كرعين شي صيارة كرعين بيروح لي صانيتا ركرامكم الله لي طوالات وحدة هذا هو كاي اللي مفقود قاعد حاركة مشي ما كاش يعني الناس وليت غسلة الى اخر فاقت قاعد حاركة فالناس تتفاوت بنت تقارع تولد غيمة زوجة وما ولدتش بنت تقارع غير تتزوج بنت تقارع غير تبرام الكونسير لا هلات هذا هو يا اخوة الايمان فلابد ان نتأمل احوال هؤلاء الذين سلبوا هذه النعم حتى يكون هذا التأمل حافزا لنا على شكر الله دافعا لنا وازعا لنا اوزعني يا انا شكرا نعمتك التي انعمت علي وعلى والدية وانعمل صالحا ترضاه كم نرفل في النعم كم كم شحم النعمة رانا نرفل فيها هذا تقول له احد ذلك اعطيني عينيك اعطيه نقلع حملك يعني تعمى وتديم مليار يقول لك لا نقلع لك الله موبيليتي ما تتحركش انباراليسك وتديم مليار لا يذر عندك دو مليار ديجا في جيبك بالحركة وبعينك ما نعدوش واذنيك ما نعدوش عقلك ما نعدوش باقية الصحة لك فيها يجعل كورتاك يا اخي جسمك يحمل ما يحمل من الارزاق والله الابنادم يتفرعن ويطير وينسق الواحد سبحانه عز وجل المنان البار بالعكس الغويم ليعطيهم لك ربي تعصي بهم تعصي وقت لي تكون تختارف في الفاحيش بارك تختارف بغويمك ليعطيهم لك ربي اكتتنفس دقات قلبك ما حبستك عينيك يتأملوا في جمالتك التي معك واذنيك يسمع في كلامها الاخره واذنيك يسمعوا في كلامها يتمتعون ويتلذذون بهذه المعصية والله ساترك والله يمدك ويمدك وليس لبك هذه القوة لو كان غيره لو كان غيره لسلبت منك تلك النعم التي تبارز الله بها وتعصيه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يقول من أصبح آمنا في سربه آمنا في سربه ما قلت فيه بيته تقول هذا زاوش قال لك رسول الله لا أصبحت مهني في عشك من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا كأنما سيقت له الدنيا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أصبحت عندك ذو ثلاثة كل يدي تقعد الدنيا آمن ما كان واحد يحلف فيك ماك خايف ماك متبوع آمن صبحت آمن قدام أولادك قدام أميمتك قدام أبوك آمنا ماكش موطاردة هذا هو ماكشرو شارشي ماكش متبوع ماكش مرحلوف آمنا في سربك ياك وإلا بغيت تعرف شهو الأمن روح شوف الناس اللي هيتردم بالبراميل تعالغاز روح شوف الديار اللي ولو الحموم روح شوف الأراضي التي دمر تشوف الناس تصبح ما تعرفش لا تعيش شي تعيش ما تعرفش لا تصبح آمنا في سربه ووالدين اللي عاشوا تحت زغردة القنابل وتسبح الرشاشات والطائرات يعرفوا هذه النعمة من أصبح آمنا في سربه وليما شفش الهول ما يعرفش قيمة الأمن هالولا زاوجك معافن في بدانه الكورت تاعك معافق جسمك ما فيه خونسر عينك قاعدين واذنيك قاعدين كنش أنطقت كنش مليح هاو صبحت مليح بقويمك ما دلتش شاء للنس فيه وانتا راقد لم تسلب البصر وانتا راقد لم تسلب السم وانتا راقد يعني إبقى تنجي بتكون راقد تنوض ترش يوقع حاجة في الوذنين أندي زي كلمة ربي يديره بقاداره سبحانه وعز وجل كل يوم تنوض الدردك كل يوم بنادم ينوض بالصحة التاعه وما يشكر شاء الله هالزوجة إذن الأمن الأمن ثانيا الصحة ثالثا يملك قوتة يومه قالك لا عندك ما كنت نهار رسول الله ركما هني نهار احنا كونت مقون فلي في الدوميس يكونت وما يكملش وبنادم خايف الفقر خايف الفقر أخوي علاك تشري في كاتلو التيلان ذا الوليدات ها قال في الدوميس واسون تكونوا غالين ورّك رايح هذا العقل يا القمر ما يقدكش يا إخوة الإيمان هذه ثني عام قال عليها رسول الله نعمة الأمن ونعمة الصحة ونعمة الفراغ اللي هي الكيفاية يملك قوتة يومه أما قال لك رسول الله لا عندك ذو ثلاثة لا عندك ذو ثلاثة فقد حيزت لك الدنيا كالدائقة قلت عن هارس شوف سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كيف ينصحنا ويحثنا على الشكر بطريقة ضمنية معنا يقول الشكر الشكر نعمة الأمن والشكر نعمة الصحة والشكر نعمة الكيفاية يعني ركافة عنهار تأكلوا تشرب قد ويدي الرب الخير سبحانه عز وجل ولكن هذا التفكير في المستقبل الغامض طويل ما نشي يقول إيشان ما يفكرش في مستقبله لكن يفكر بالصحة متأدبا مع الله سبحانه عز وجل متأدبا مع الله سبحانه عز وجل الله الذي ينزل الأرزاق ويسوق الأقوات من حيث لا يدربني آدم ويسر الأسباب سبحانه عز وجل ويسوق المرزوق إلى رزقه كما يسوق الدابة وما من دابة في الأرض ولا طائرين ما من دابة في الأرض كل حاجة الدب إلا على الله يرزقها على الله ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين الولدكي يخرج من كل شما يخرج دوسيفة ربعة منها رزقه رزقه هو يخرج معاه فيا إخوة الإيمان لابد للإنسان أن يسعى أن يسترزق ولكن لا يطيش ما يهبلش ما يكون أموال الناس ولقط الحرام غير جيب 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 يعني هلوع جزوع هلوع جزوع إذا مسته الخير منوع وإذا مسته الشر جزوع أسأل الله سبحانه عز وجل من رحمته ولطفه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج اللهم كروبنا والحمد لله أولا وآخرا